بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عزائي طلاب الصف الحادي عشر نرحب بكم في الجزء الثاني من درس أحكام اليمين فحياكم الله ومرحبا بكم وهيا بنا ننطلق إلى درسنا الجديد أهداف الدرس يتوقع من الطالب في نهاية الحصة أن أولا أن يوضح أنواع اليمين ثانيا أن يفرغ بين أنواع اليمين ثالثا أن يبين حكم كل نوع من أنواع اليمين ونبدأ بالتهيئة فمن خلال دراسة اليمين في القرآن الكريم والسنة النبوية يتبين أن اليمين لها ثلاثة أنواع فما أنواع اليمين؟ النوع الأول اليمين اللغو النوع الثاني اليمين الغموس النوع الثالث اليمين المنعقدة ونبدأ معا أعزائي الطلاب مع الهدف الأول أن يوضح أنواع اليمين أنواع اليمين ثلاثة أولها اليمين اللغو المعنى أي معنى اليمين اللغو من يعطينا جوابا تفضل يا عبد الله معناه الحلف الذي يخرج من الحالف بغير قصد أي أن الحالف لا يقصد الحلف واليمين لها حالتان من يعطينا الحالة الأولى؟ تفضل يا محمود أولا الحلف أثناء الكلام من دون أن يستحضر معه الحالف نية اليمين بمعنى أثناء الكلام يقول الحالف لا والله بلا والله بهذا المعنى أما الحالة الثانية تفضل يا أحمد الحلف على أمر يعتقد الحالف أنه صحيح ثم يظهر له خلافه مثل قوله والله ما عندي أقلام ثم يكتشف أن معه أقلام فهذا النوع الثاني أو الحالة الثانية من اليمين اللغو وكلاهما لا يؤاخذ عليه بإذن الله أما اسمها لماذا سميت هذه اليمين بهذا الاسم اللغو؟ آه تفضل يا حمد إجابتك يا ولدي الجواب سميت بذلك لأنها في معنى اللغو وهو الملغي الذي لا تترتب عليه آثار إذن ملغي لا تترتب عليه آثار أحسنتم بارك الله فيكم وننطلق إلى النوع الثاني من أنواع اليمين وهو اليمين الغموس من يعطينا المعنى؟ آه تفضل يا جاسم المعنى الحلف الكاذب الكاذب المتعمد أثناء الحلف أحسنت بارك الله فيك يا ولدي إذن الحالف يتعمد أن يكذب أثناء حلفه أما حالتها فهناك بعض الحالات تفضل يا عمر الحلف على أمر فعله أنه لم يفعله كان يحلف أنه لم يسرق لم يقم بكذا وكذا لم يقل كذا أحسنت بارك الله فيك يا ولدي أما حالاتها الأخرى با تفضل يا جابر الحلف على أمر لم يفعله أنه فعله مثاله الحلف أنه من قام بأمر ما لينقذ غيره من الجريمة أو من المسؤولية أحسنت بارك فيك يا ولدي أما جيم تفضل يا عبد الرحمن الحلف على أمر يفتطع به حق غيره كان يحلف أن أحدا أخذ أغراضه من أجل أن يأخذ بدلا منها أو سبه أو اعتدى عليه من أجل أن يعوضه هذا الشخص أحسنت بارك فيك أما دال تفضل يا محمود الحلف على أمر يضيع به حق غيره كان يحلف بأن صديقه للم يعطيه شيء وهو قد أعطاه من أجل أن يأخذ منه هذا الشيء أو يعطيه أشياء مقابل ذلك أحسنت بارك فيك يا ولدي لماذا سميت اليمين الغموس بهذا الاسم؟ الجواب سميت بهذا الاسم من يعطينا إجابة لأنها تغمس صاحبها في الاسم ثم في النار أحسنت بارك الله فيك يا ولدي جزاكم الله خيرا جميعا وننطلق إلى النوع الثالث من أنواع اليمين وهي اليمين المنعقدة فما معنى اليمين المنعقدة؟ آمن يعطينا جوابا تفضل يا حمد إجابتك يا ولدي المعنى الحلف الذي يقصده الحالف ويصمم عليه إذن الحالف قاصد اليمينه مصمم عليها أحسنت بورك فيك يا ولدي أما حالتها فلها حالتان ألف تفضل يا محمد اقرأ ألف الحلف على معصية لله تعالى كقطيعة الرحم أو أي حلف على معصية فهو يحلف أن لا يزور أحد أرحامه ففي هذه الحالة هل يجوز له الوفاء؟ الجواب لا لا يجوز الوفاء بهذه اليمين وعليه أن يتركها وأن يأتي الذي هو خير ويذهب لزيارة أرحامه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من حلف في قطيعة رحم فبره أن لا يتم على ذلك أحسنت بورك فيك اقرأ يا محمود الحالة الثانية با الحلف على شيء مباح في هذه الحالة يجب الوفاء به أي بهذا الحلف وإن حلف على أمر طبعا أمر مباح ثم رأى خيرا منه جاز له ألا يبر بيمينه بمعنى حلف على أمر خير ثم رأى أن هناك خيرا منه فيجوز له أن يترك هذا اليمين وأن يأتي الفعل الأفضل وهكذا تمام جزاكم الله خيرا أما اسمها لماذا سميت بالمنعقدة آمن يعطينا جوابا تفضل يا عبد الله الإجابة سميت بذلك لأن الحال فأكدها وقصد توثيقها وعزم على البر بها أحسنت بورك فيك جزاكم الله خيرا جميعا نشاط للهدف الأول في صفحة خمس وخمسين أقرأ المواقف الآتية ثم أحدد نوع اليمين وما يترتب عليه أولا اقرأ يا محمد أقسم أحمد أن يسافر إلى كندا للنزهة فغير رأيه وسافر إلى العمرة فما نوع اليمين نوع اليمين إجابتك يا محمد المنعقدة وما يترتب عليه تجب عليه الكفارة أحسنت لأنه غير يمينه ولم يبر به أي لم يفي به ثانيا اقرأ يا أحمد أقسمت نورة ألا أحد في البيت فتبين لها أن أخاها الصغير موجود ومغطى في سريره فما نوع اليمين تفضل يا أحمد اللغو ما يترتب عليه يا أحمد لا شيء عليها لا تآخذ على يمينها لأنها لم تكن تعلم ثالثا اقرأ يا جاسم أتلف حمد شجرة في حديقة المدرسة وأقسم أنه لم يفعل ما نوع اليمين يا جاسم الغموس أحسنت ما يترتب عليه يجب عليه التوبة بارك الله فيكم جميعا جزاكم الله خيرا تقويم بنائي للهدف الأول السؤال الأول اليمين التي لا يقصدها الحالف وتخرج عفويا هي اليمين آه إجابتك يا أحمد هي اليمين اللغو أحسنت بارك الله فيك الثاني السؤال الثاني اليمين التي تغمس صاحبها في النار هي اليمين آه تفضل يا علي الغموس أحسنت بارك فيك يا ولدي ثالثا اليمين التي يقصدها الحالف ويصمم عليها هي اليمين آه إجابتك يا محمود هي اليمين المنعقدة أحسنت بارك فيكم جميعا بارك الله فيكم ونبدأ بالهدف الثاني أن يفرق بين أنواع اليمين أفرق بين أنواع اليمين من حيث وجود الكفارة من عدمها أمامنا في الجدول أنواع اليمين الأول اليمين اللغو هل لها كفارة تفضل يا محمد لا يوجد لها كفارة لا يؤاخذ الله سبحانه وتعالى الإنسان على اليمين اللغوي لأنها غير مقصودة لم يقصدها الحالف النوع الثاني اليمين الغموس أحمد هل لها كفارة الإجابة لا يوجد لها كفارة لماذا؟ لأنها عظيمة الذنب وبالتالي لا كفارة عليها وعليه التوبة وإرجاع الحقوق إلى أصحابها النوع الثالث اليمين المنعقدة هل لها كفارة؟ تفضل يا محمود إجابتك يا ولدي نعم يوجد لها كفارة لأن صاحبها قصد أن يحلف وأكدها وبالتالي إذا لم يفي بيمينه يجب عليه إخراج الكفارة أحسنتم بارك الله فيكم تقويم بنائي للهدف الثاني السؤال الأول اليمين التي لا كفارة عليها لعظم إثمها هي اليمين تفضل يا عمار اليمين الغموس أحسنت السؤال الثاني اليمين التي لا كفارة عليها لأنها غير مقصودة هي اليمين تفضل يا يمان الجواب اللغو أحسنت السؤال الثالث اليمين التي عليها كفارة هي اليمين تفضل يا محمد المنعقدة أحسنت أحسنتم جميعا بارك الله فيكم ونبدأ على بركة الله بالهدف الثالث أن يبين حكم كل نوع من أنواع اليمين أولاً اللغو اليمين اللغو لا يؤاخذ عليها الحالف ولا كفارة فيها بدليل قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان الثاني اليمين الغموس حكمها كبيرة من الكبائر ولعظم إثمها لا كفارة عليها ويجب على الحالف التوبة والندم والرجوع إلى الله وإعادة الحقوق لأصحابها النوع الثالث اليمين المنعقدة حكمها اليمين المنعقدة نحاسب عليها ويجب الوفاء بها وتجب الكفارة علينا عند الحنث بها أي عند عدم الوفاء بها تقويم بنائي للهدف الثالث السؤال الأول اليمين التي يجب التوبة منها وإرجاع الحقوق لأصحابها هي اليمين ها تفضل يا عمر اليمين الغموس أحسنت السؤال الثاني اليمين التي لا يؤاخذ عليها الحالف هي اليمين تفضل يا عبد الرحمن اليمين اللغو أحسنت برك فيك السؤال الثالث اليمين التي يحاسب عليها الحالف هي اليمين تفضل يا محمود اليمين المنعقدة أحسنت برك فيكم جميعا الغلق وملخص الدرس السؤال الأول ما معنى اليمين اللغو تفضل يا عبد الله إجابتك الحلف الذي يخرج من الحالف بغير قصد أي أن الحالف لا يقصد الحلف السؤال الثاني علل سميت اليمين الغموس بهذا الاسم الجواب تفضل يا سعد سميت بهذا الاسم لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار برك فيك أحسنت السؤال الثالث ما حكم اليمين المنعقدة الجواب تفضل يا عمر نحاسب عليها ويجب الوفاء بها وتجب الكفارة علينا عند الحنث بها أي عند عدم الوفاء بها أحسنت بارك الله فيكم جميعا التقويم الختامي السؤال الأول ما معنى اليمين المنعقدة من يعطينا جوابا تفضل يا يمان جوابك الحلف الذي يقصده الحالف يصمم عليه أحسنت السؤال الثاني أذكر حالات اليمين اللغو تفضل يا حمد ألف الحلف أثناء الكلام من دون أن يستحضر معه الحالف نية اليمين أحسنت با الحلف على أمر يعتقد الحالف أنه صحيح ثم يظهر له خلافه أحسنت برك فيك يا ولدي السؤال الثالث أعطي مثالا واحدا على اليمين الغموس تفضل يا جاسم الحلف على أمر فعله وهو لم يفعله حالف أنه لم يسرق وقد سرق فعلا أحسنتم جزاكم الله خيرا جميعا وأخيرا وليس آخرا نشكركم جميعا على حسن إصغائكم واستماعكم سعدنا بكم انتهى الجزء الثاني ويتبعوا في الجزء الثالث بإذن الله تعالى فإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته